ترأس غبطة البطريارك بير باتيسيا بات سبالة قداساً حاشداً بمناسبة اختتام المسيرة الفرانسيسكانية السنوية التي ابتدأت من الرامة إلى الناصرة وانتهاءاً بجبل طبور في الجليل وتهدف هذه المسيرة لتعزيز وتقوية الإيمان لدى الشباب ومساعدتهم على اختيار طريق حياتهم علماً أنه كانت هناك مسيرات في الأرض المقدسة والأردن وسوريا ولبنان لكن المسيرة الأخيرة ارتبطت بعيد غفران السيزي وذلك تلبية لرغبة القديس فرانسيس السيزيل الهادفة لتوبة الجميع ودخولهم للسماء وفي اليوم الأخير للمسيرة شارك الشباب في القداس الإلهي الذي ترأسه البطريارك بات سبالة داخل كنيسة التجلي الواقعة على قمة جبل طبور بعدها تبادل الشباب الحديث مع البطريارك الذي شدد في كلمته على الدور الذي يجب أن يقوم به في كنيستهم كما خصص غبطته وقتاً للاستماع لأسئلتهم والإجابة عنها حثاً إياهم على ضرورة التزامهم في حياة الكنيسة والمشاركة في كل الأحداث الهمة لإظهار وحدتهم وإيمانهم للعالم أجمع